نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبين بحريين عابرين بنطاق الأسطور الجنوبي بالبحر الأحمر يأتي ذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة حيث قامت الفرقاطة المصرية سجم أبو قير مع حاملة المروحيات الفرنسية المسترال والفرقاطة الفرنسية كوربي بتنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطباع الاحترافي منها التدريب على تنفيذ عملية إبرار بحري على إحدى الجزر وكذا تدريب على تنفيذ عمليات مسح وسط طلاع الشاطئ بالإضافة إلى الإبرار باستخدام الوسائط والتدريب على تنفيذ إجراءات الاعتراض البحري وحق الزيارة والتفتيش وحماية سفينة الإبرار أثناء القيام بمهامها